ناس كتير قوي قالت ان اختفى سعده اسامة اللي هو كان عنده خلاف مع الفنان عمري دياب ولكن ظهرت النهاردة في الصحف فجأة اخبار كتير قوي عن خبر غريب جدا انتشار في كل مواقع ورونا كده الاخبار في مواقع كتير جدا جدا منها ده اخبار اليوم صح انتم عارفين انا بقيتش اشوف مصر اليوم انا اسفة معلش طب اعملوني على ان انا تعميد بعد العملية فما بشوفش طيب ده المصر اليوم خلافات مالية وانسحاب مفاجأة جديدة في قضية صفحة عمري دياب ان اللي حصل ان اختلف سعد اسامة مع المحامي بتاعه وبيقولك اصل هو كان عايز المحامي كان عايز تلت التعويد هو بس انا عايز اسأل سؤال هو فين التعويد يعني هل هي مثلا دي نزلت جلسة وتحدد قضية وبقى فيها تعويد واتحكم وبيتخانق دلوقتي عالتعويد يعني عارفين اللي هو بيفرحوا بالفرح قبل يعني مش فهم الحقيقة اختلفوا عالتعويد هو فين التعويد هو فين التعويد هل هل اقارت النيابة ان الفنانة عمري دياب مثلا مدان هل نزلت جلسة هل الحق المدني ترفع ازاي بيختلفوا على حاجة ما حصلتش ترجمة نانسي قنقر